جملة من القوانين ينتظر أن تنتهي منها اللجان البرلمانية لترد على جداول ما تبقى من الجلسات بتقاريرها النهائية بانتظار الحسم أسابيع قليلة متبقية فيما الأبرز تقرير اللجنة التعليمية الخاص بإنصاف الوظائف التعليمية المساندة في وزارة التربية أسوة بزملائهم في الكادر التعليمية وهو ما بشرت به اللجنة التعليمية على لسان رئيسها الدكتور عودر وعي تنظيم التدقيق المحاسبي من على طاولة اللجنة المالية ينتظر دوره في المناقشة واعتماد التقرير النهائي لتعديلات مقترحة على قانون ديوان المحاسبة وكذلك الحال في لجنة الشباب والرياضة التي تناقش رؤية متكاملة عن أسباب وآلية دمج هيئة الشباب بالوزارة إلى جانب قانون متكامل تم جدولته على قادم الجلسات خاص بمكافحة المنشطات وفي اللجنة التشريعية توافق على مقترحات تنظيم الطيران المدني والتعليم العالي النائب محمد الدلال عضو اللجنة التشريعية والقانونية أوضح أن اللجنة أحالت سبعة قوانين كما أنها انتهت من تقارير ستين تشريعا وأحالتهم للجان المختصة لاعتمادها وفي لجنة المرأة والأسرة تعديلات على قانون إسكان المرأة بموافقة حكومية حيث أكدت النائب صفاء الهاشم رئيسة اللجنة ذلك التوافق لتبقى الأبرز تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي ينتهي بإقرارها دور الإنعقاد بعد جلسة تستعرض الحالة المالية للدولة شكرا